ورسلنا من بغداد تاريخ مهر أهلا بك تاريخ على ما يبدو هناك نوع من التوقف في التقدم نحو مدن محافظة صلاح الدين بسبب هذه المقاومة الشديدة من قبل تنظيم الدولة نعم سفيان في اليوم الرابع على انطلاق العملية العسكرية الواسعة النطاق أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن انتهاء الصفحة الأولى من هذه العملية باستعادة السيطرة على مساحات واسعة كانت تحت سيطرة مسلحي تنظيم الدولة تجاوزت مساحتها 120 كم من بينها 10 قرى وصفت بالستراتيجية والمهمة بالإضافة إلى أن قوات الأمن العراقية المشتركة تمكنت قبل أقل من أربعة ساعات من استعادة السيطرة على أهم حقلين نفطيين شرق تكريت وهما حقل عجيل وعلاس هذا الحقلان كان تحت سيطرة مسلحي تنظيم الدولة خلال الأشهر الستة الماضية وقد كان هذا الحقلان ينتجان أكثر من 30 ألف برميل نفط يومياً كان التنظيم يستولي على هذا الانتاج بالعودة إلى سؤالك ليست الهجمات التي ينفذها مسلح الدولة أو المقاومة العنيفة هي وحدها من أدت إلى اتخاذ قرار حكومي عراقي بالتباطئ في العملية العسكرية بل هناك مشكلة العبوات الناسفة بالإضافة إلى قناصة مسلحي تنظيم الدولة وهناك تأكيدات من جهات استخبارية عراقية بأن عدد مسلحي تنظيم الدولة في تكريت لوحدها لا يتجاوز ألفي مقاتل لكن هؤلاء المسلحون مدربون على حرب الشوارع بالإضافة إلى أنهم ينشرون قناصتهم على مداخل مدن تكريت وكذلك العلم والدور وهو ما دفع قوات الأمن العراقية سفيان إلى حاطة وتطويق هذه المدن وخنقها بالكامل واستهدافها بالمدفعية والصواريخ الموجهة عن بعد في محاولة لإيقاع أكبر الخسائر بمسلحي تنظيم الدولة قبل الدخول إلى هذه المدن نعم طيب سريعا هناك أخبار تتحدث عن أسر تنظيم الدولة لعناصر عشرات من عناصر الشرطة في البغدادي تحديدا العملية العسكرية متواصلة سفيان منذ صباح اليوم بين قوات الشرطة الاتحادية المدعومة بالمئات من أبناء العشائر وتحديدا من أبناء عشائر الجغايفة والبنمر والعبيد لكن لم يصدر أي تصريح رسمي عن قيادة عمليات الأنبار أو عن قيادة عمليات الجزيرة والبادية لحد الآن وهما القيادتان التي تتكفلان بمهمة الأمن في محافظة الأنبار المترامية الأطراف وننتظر اللحظات أو الساعات القليلة المقبلة للتأكد من هذه المعلومات من جانب رسمي من وزارة الدفاع أو على الأقل من إحدى القيادات الميدانية في الأنبار نعم طيب في جانب آخر هناك زيارة أيضا وزير الدفاع التركي لبغداد ماذا تعني هذه الزيارة ماذا تحمل هل هذا يعني ربما مشاركة عملية لتركيا قريبا في المعارك سفيان خلال الأشهر الثلاثة الماضية من عمر الحكومة العراقية تبادل المسؤولون في كلا البلدين زيارات وصفت بالمهمة لإعادة العلاقات بين الطرفين لكن تؤكد مصادر في وزارة الدفاع العراقية على أن العراق يحاول وبإصرار على دفع تركيا للمشاركة في عملية غلق الحدود وتقديم استشارات وكذلك معلومات في الجانب الاستخباري عن المسلحين الذين تفيد المعلومات الاستخبارية من الجانب العراقي وكذلك عبر قوات التحالف التي تغطي سماء العراق عن أن المسلحين يستخدمون الحدود التركية للدخول إلى الأراضي العراقية وتحديدا إلى محافظة الموصل ومنها إلى باقي المحافظات العراقية وهناك تأكيدات من وزارة الدفاع العراقية بأن طائرتين وصلتها إلى أرض مطار بغداد الدولي تحملان مساعدات وكذلك مواد ليست عسكرية لدعم الجنود العراقيين قدرت بنحو 500 من القطع غير العسكرية كما تفيد بيانات وزارة الدفاع العراقية لكن التأكيد الأهم من قبل وزارة الدفاع العراقية على أن العراق يريد تركيا أن تدخل فعليا على الأقل في مضمار التعاون الثنائي أو أن تكون طرفا في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة تارخ ماهر كنت معنا من بغداد شكرا جزيلا لك